اشتركوا في القناة ولنا حكم يسمى بالحكم الدكتاتوري ولنا حكم يسمى بالحكم الملك ولنا حكم يسمى بالحكم البيوكراطي ولنا حكم يسمى بالحكم الاريستقراطي الاشراحي ولنا 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 ألوان من الحكم كم نعرف من هذا الشيء؟ هل نعرف هذه الأمور تلقائيا؟ أو هل نعرف هذه الأمور ونحن نخرج من بطون أمهاتنا إلى الحياة؟ هل طالعنا حول هذه الأمور كتابة؟ هل فكرنا حول هذه الأمور تفكيرا؟ إذا تلاحظون ويلزم أن تلاحظوا مئات الكتب ألفت حول هذه الأمور كيفية الأحكام في العالم ما يقولون العلوم السياسية؟ شنو معنى العلوم السياسية؟ سياسة بمعنى إدارة البلاد كما في زيارة الجامعة وساسة العباد وأركان البلاد ساسة العباد يعني شنو؟ يعني الأهمة الطاهرون يدورون العباد والبلاد كم نحن نعرف ألوانا من الحكم وخصوصيات وكيفيات؟ الحقيقة أنك إذا وضعت يدك على كل عشرة آلاف إنسان من المثقفين ودعنا عن غير المثقفين لعل خمسة فيهم لا يعرف لأن هذا الشيء ليس موهبة كموهبة النطق وكموهبة الرؤية العينية وكموهبة الصماع وإنما يحتاج إلى الدراسة إلى المطالعة إلى المضاحثة إلى الاستنتاج إلى الاستنباط ولا يكون هذا الشيء أقل تقدير يجب أن تطالع مئة كتاب حول كيفية الحكم أي حكم حتى تعرف ما هو الموارد والمصادر والكيفية والخصوصية والذين لا يعرفون ليس لهم مجال في الحياة لا تمر كنت أقرأ في صحيفة أن هذا الرجل اليهودي المعروف كسينجر طالع حول كيفية الحكم والأمور المرتبطة بالحكم خمسة آلاف كتاب لذا تمكن أن يدير وزارة خارجية أرخم بلد في العالم ثمان سنوات على المسرح وقبل الثمان خارج المسرح وبعد الثمان خارج المسرح أيضا ونحن نريد أن يقام حكم الله في الأرض وليس لما يطلع حتى بألف باء الحكم هل هذا الشيء يمكن؟ دائما أنت تريد الطب وتعشق الطب وتحب الطب وتدعو أن يجعلك الله طبيبا وموله قلبك للطب لكن لا تعرف شيئا من الطب ولم تقرأ شيئا من الطب هل تتمكن أن تكون تقابل طبيب مارس الطب خمسين سنة وله ثقافة واسعة حول الطب ثلاثين سنة وعشرين سنة؟ هذا لا يمكن كل سلاح سلاح في قباله إننا بحاجة إلى ثقافة حكمية ثقافة تربوية ثقافة هندسية ثقافة فقهية قسم من الثقافة سياسية قسم من الثقافة ثقافة حكمية له ثقافة خاصة ولا تستقى هذه الثقافة من الإذاعات ومن الصحف هل تتمكن أن تكون الطبيبا بأن تقرأ مجلة طبيبك أو تستمع للنشرات الطبية في الإذاعات والصحف؟ لا تكون الطبيبة إن الطبيب يتمكن أن يستفيد من هذه الأمور أما لتكون الطبيبا بحاجة إلى دراسة الطب ومطالعة الطب ومزاولة الطب حتى تكون طبيب ثم تعرف ماذا في طبيبك وماذا في النشرة الطبية الصحفية أو الإذاعية أو التلفزيونية